ترجمة نانسي قنقر من طرق وجسور ومحطات صرف صحي وتوليد الكهرباء كان للحكومة الفيدرالية دورا كبيرا قبل وخلال وبعد إعصار ساندي عن طريق الوكالة الفيدرالية لإدارة الكوارث والطوارئ المعروفة باسم فيما ترجمة نانسي قنقر حتى الآن الصورة ليست مكتملة تماماً لحاجة ومعجم الضمار الذي خلفه الإعصار ساندي وما زال يوجد طلبات جديدة لتعويضات ومساعدات وخلال الإسبوع الماضي تم تلقي أربعمائة طلب جديد لتعويضات من المضارين وهذا الرقم أقل كثيراً عما كان خلال الأسابيع الأولى نحن لا ن tengo gavel skill to the full comprehensive costs that are going to be for sani but right now we believe that as far as individuals and families we've paid out over $870 million to families there's been payments and flood insurance of $1.8 billion as well as over $700 million in low-interest loans that already gone out now we're moving into the large infrastructure projects and that is certainly going to be in the billions of dollars على الرغم من جهود الإغاثة وإعادة البناء المستمرة منذ ثلاثة أشهر إلا أنه لا يوجد معاد محدد للانتهاء من إصلاح كل ما خلفه الإعصار ساندي ولكن يوجد تحسن ملحوظ في إعادة الحياة إلى طبيعتها لألاف من الأسر المضارة ولكن ليس بشكل تام الكوارثة الطبيعية تحدث في أي زمان ومكان ومهما كانت قوة الدولة أو مكانتها والطريق المصل للتعاطي معها هو عن طريق حجد جهود الوكالات الحكومية المختلفة منظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع لتكافل وإغاثة المنكوبين أحمد فتحي من مركز الصحافة الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية الاقتصادية نويورك